طيب تعالوا نشوف الأول ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم في دور أبطال أوروبا الفرق اللي سعدت إلى دور الستاشر جاهزة معنا المجموعات نعرضها جاهزة يلا بينا نبدأ في عرض المجموعات زي ما قلت لكم نقول لي وليفربود تساوف النقاط خمستاشر النقطة آيكس في المركز السالس بست نقاط وبلاسكورينجرز بلا نقاط هو بس نابولي عشان المواجهات المباشرة مع ليفربود وفرق الأهداف هي اللي فرقت معايا يعني هو كان كسبها لربعة المرة الأولينية وبعد كده ليفربود كسب النهاردة اتنين فنابولي هو اللي تصدر المجموعات رغم التساويهم في النقاط لو ليفربود كان كسب 4-0 النهاردة كان هو اللي بقى المركز الأول نشوف المجموع اللي بعد كده طبعا ده هيفرق في القرعة القرعة دور الستاشر بورتو في الصدارة بـ 12 نقطة اقتنس الصدارة في اللحظة الأخيرة من كلوب بروج اللي بقى موجود في المركز الثاني كان متصدر المجموعة طول المباريات المجموعة ولكن الآن كلوب بروج في المركز الثاني بـ 11 نقطة وفي المركز الثالث قتلتكم مادريد 5 نقاط هيلعب في كده قتلتكم مادريد 5 نقاط وبالليفر كوزين في المركز الرابع 5 نقاط قولي يا جماعة كده قتلتكم مادريد اعتقد مش هيلعب في الروبا ليج اه فالهداف لباير ليفر كوزين وبالتالي باير ليفر كوزين هو اللي هيبقى في المركز الثالث مش الرابع وقتلتكم ما ديته في المركز الرابع شكذا ققتلتكم ما ديته حتى مش هيروح لليوروبا ليج بعدو باير ميونيخ في الصدارة ب18 نقطة وانتر في المركز الثاني بعشر نقاط باير طبعا يعني ما فيش بعد كده علامة كاملة كالعادة يعني برشولهنا في المركز الثالث ب7 نقاط إلى اليوروبا ليج وفكتوريا بيلزن بطبيعة الحال بلا نقاط مجموعة طبعا قاتلة طبيعي ما ياخدش ولا نقطة فرانكفورت انترخت فرانكفورت في المركز الاول في مجموعته عشر نقاط وتوترهام في اللحظة الاخيرة بعد النهاردة تخطيم مرساليا قدر ياخد المركز الثاني بتسع نقاط ومرساليا في المركز الثالث الى اوروبا ليج بسبع نقاط وسبورتين يشبهونا في المركز الاخير بسبع نقاط ايضا طبعا لسه فيه مباريات بكرة وفينتس اصلا بيواجه خطر الخروج من اوروبا ليج اساسا يعني ممكن ياخد المركز الرابع في مجموعته وبالتالي يعني وفينتس هو الحدث الابرز يعني غدا انه ممكن اصلا ميلعبش اوروبا ليج كمان